من بعد ما أعلنت الممثلة اللبنانية نادين ناسيب نجيم طلاقة عبرت عن رغبتها بتبني طفلة اللي كان باية عم يضربها من دون رحمة بالفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل وقالت يا عدرة مني قدر أشوف كيت من نص قلبي لازم يتحسب هو واللي عم يصوره ولازم يتعذب وينحبس لحد ما يموت يا رب تحمي هالطفلة الله يحرقوا بنار جهنم أمين يا رب وردت نادين على المطالبات بإبعاد الطفلة عن باية وقالت يعطوني إياها أنا بخدها تقبرني شو طيبة كان موقع الفن كشف عن الخلاف اللي صار بين الممثل المصري أحمد الفشاوي ومرتو نادا كامل أما معلوماتنا الجديدة بتقول أنه مرتو رجعت على القاهرة بعد الخلاف وينقال بمهرجان الجونة السينمائي أنه اتفق السنائي على الانفصال بس بعد مصر رح أحمد لحد هلأ بالموضوع وبقبل جونة كرمال المهرجان وما رح يروح على القاهرة ليحكي مرتو إلا من بعد ما يحضر حفلة الختام للمرة الثالثة أعلن الفنان السوري حسام جناد والممثل السورية إمارات رزق انفصالهم ولثالث مرة بيتراجعوا عن قرارهم بعد ساعات أو أيام معدودة حتى صار الموضوع مثل قصة بريئ الزيت ونشر الفنان السوري بشار جناد خي حسام على صفحته صورة له مع حسام وإمارات وعلاء أنتو مثال للحب كل الكلام خلص وكل البعض خلص أنتو أجمل اتنين خي واختي وأجمل خبر سمعتوا منكن بحبكن الله يوفقكن يا رب وما في إمارات من دون حسام وما في حسام من دون إمارات مبروك وطن مبروك أحساس أعلنت الفنانة لطيفة تونسية عن قرار أخدته بخص أرشيفة وتاريخة الفنية وكتبت على صفحتها بعتقد أنه بما أنه تعبت بمشواري وأنتجت كل الرصيدة وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهود الفردة رح أخذ نفس موقف ريما الرحباني وأعلن أنه رح اتخذ كل الإجراءات القنونية ضد ياللي بيغني أو بيسجل أو بعيد توزيع أي غنية من أغنية وطابعت ما تستعجله أنا ما أصدت ياللي بدندن ببيته أو ببرنامج أنا أصدت ياللي بعيد توزيع أي غنية ويغنيها بشكل رسمي نحن صرنا بعصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية كشف الممثل المصري أحمد فهمي تطورات الحالي الصحية لمرت الممثل المصرية هنا الزاهد من بعد ما تم إدخالها على المستشفى بسنجافورة مطرح معا بيقضوا شهر العصر وكتب شكرا لكل الناس اللي عم تسأل على هنا وماني قادر ردع الكل لأني واحدة الموضوع أنه نحن بالمستشفى بسنجافورة ورح تبقى هنا ثلاثة يام تحت المراقبة وإذا مصار في تحسن يمكن تخضع لجراحة انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار بتأكد حمل الفنينة العالمية ريانا بتفل الأول من حبيبة سعودة حسن جميل ورغم التكتم الكبير عن الموضوع ذكرت مجلة The Blast عن مصدر مقرب من ريانا بتأكد الموضوع خصوصا أنه ريانا وحسن علاقتهم إلى سنوات ويمكن يكونوا مستعدين لهيك خطوة لمعرفة كيفة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر شكرا